الملف الطبي دي برضو من النقطة المهمة جدا خد بالك مارس الكولر ودي معلومة مؤكدة هو غير مقتنع بكل الأجهزة الطبية اللي اشتغل معا في النادي الأهلي خلال الفترة الماضية غير مقتنع بنسبة 100% طبعا كل واحد ولاه نسبة مقاوية يا جهازة الطب الحالي ممكن تبقى نسبته أكبر شوية من اللي قبله ومن اللي قبله وهكذا صلواجل لسه مش واصق في الأجهزة الطبية في النادي الأهلي وبالتالي طلب هذا الطلب طلب من إدارة النادي الأهلي في الأيام الأخيرة استقدام أجهزة طبية متطورة اللي استعانى بها في علاج اللاعبين وعرض على لجنة التخطيط صور وفيديوهات لهذه الأجهزة وتقارير مفصلة عن مدى الاستفادة التي ستعود على الفريق حال شراءها وذلك رغم أن النادي تعاقد على أجهزة طبية جديدة في الفترة الماضية بمبالغ كبير ولسه مارس الكولر كمان عرض على لجنة التخطيط التعاقد مع خبير أجنبي خبير أجنبي للإشراف على الجهاز الطبي بحيث بحيث يكون مستشارا طبيا للفريق وقدم له طبيب ألماني يصق فيه بشكل كبير كي يكون مستشارا طبيا للفريق بحيث لا يكون مقيما فيه القاهرة ويحضر على فترات لمتابعة اللاعبين واكتب تقارير مفصلة عن حالة كل لاعب والتنصيق بشكل كامل مع الجهاز الطبي للفريق ودي حاجة جديدة علينا في مارس إنه فريق يبقى عنده جهاز طبي أو مستشار طبي أجنبي اللي بعده مارس الكولر طلب من الجهاز الطبي بالفريق تقرير مفصل عن حالة الثلاثة إمام عشور وكريم ندفد ومحمود متولي وبرامج تأهلهم في الفترة الحالية استعجل عليهم طيب ملف لائحة بطولة أفريقيا للموسم الجديد الأهلي في الفترة الحالية يقوم بتجهيز لائحة جديدة لبطولة دورة أبطال أفريقيا من الموسم الجديد مارس الكولر طلب أن يراجعها بعد أن يجهزها خالد بيبو خصوصا أنه له بعض المقترحات يريد إضافتها على اللاعبين بالنسبة للائحة منها وضع مكافأة خاصة له اللي هو المدير الفني وجهازه المعاون واللعبين أيضا ده في حال التتويق باللقب وأيضا مكافأة كبيرة حال السعود لنهائي كأس العالم للآن